الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعيش العالم اليوم ابتلاء وبلاء نزل عليهم فيما يسمى بهذا المرض مرض الكورونا والإسلام ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه خبرا وفصله لنا تفصيلا كما قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا وقال الله سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فمن أحكام هذا المرض وأمثاله كما بينا العلماء استنادا على الكتاب والسنة إنه لا يورد ممرض على مصح وهذا حديث صحيح كما جاء في السلسلة الصحيحة صحه الألباني رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يورد الممرض على المصح يعني الإنسان المريض بهذا الوباء المعدي يبتعد من الناس أو يبعد من الناس ودى الليلة بيسموه الحجر الصحي وشوف دى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أكثر من 1400 سنة مما يدلن الإسلام ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه ودلنا على الخير وحذرنا من جميع الشر وكذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان الرجل مجزوما ليبايعه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كانك فقد بايعناك ده كل دليل على أنه عنده مرض معدي يبعد من الناس وهو بنفسه يبعد من الناس حتى لا يؤثر على الآخرين وكذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطاعون بيّن عدة أحكام فيه منها على سبيل المثال مما ينفعنا الليلة في هذا المرض وهذا الوباء نصر الله سبحانه وتعالى أن يرفعوا عن الأمة إن الإنسان إذا في بلد وقع فيها الطاعون ما يخرج منه شام ما يعود للآخرين وإذا كان في بلد ما فيها ما يدخل على البلد الفيها الطاعون وكما ورد عن عمر بن الخطاب أنه لما أراد أن يدخل الشام فأخبر أن بها الطاعون فلم يدخل فيها ورجع فقيل له يا عمر أتفر من قدر الله قال نفر من قدر الله إلى قدر الله أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه فذي كل أحكام بيّن الإسلام وبيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام الناس لو التزموا بيها بيكون فيها الحد من هذه الأوبية ومن هذه الأمراض وده في فايدة ورد على العلمانين والملاحدة البطعا في الإسلام شوفوا الآن الإسلام ده لو الناس التزموا بيه يعني سبحان الله ربنا بيرفع عنهم هذه الأوبية وهذه الأمراض وهذه الأوجاع وهذه الأسقام وكذلك قالوا من الأسباب التي سببت هذا المرض أول ما بدأ في الصين أكلهم للخنازير والفئران والأشياء التي حرمها الله أصلا من زمان ربنا حرم علينا أكل الخنزير وحرم علينا أكل الفئران وحرم علينا أكل الثعابين وحرم علينا أكل العقارب وغير من الأشياء لأنها تؤذي وتضر ولا تنفع فسبحان الله ده برضو بيّن لنا الإسلام وكثير من الناس بزيادة الكفار طبعا ما ملتزمين بهذه التعاليم لكن الآن عرفوا إن الإسلام ده هو الدين الحق لكن منهم من قد يسلم منهم من لا يريد الإسلام ويجحت كما قال تعالى وجهد بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوة كذلك جمع برضو من الأحكام المهمة إن الإنسان يعمل الأسباب الشرعية والأسباب الكونية حتى لا يصاب بمثل هذه الأدواب بإذن الله تعالى من الأسباب الكونية اللي هي اتباع التعليمات على طباء واتباع تعليمات وزارة الصحة كما أصدرت بيان وزارة الصحة عندنا بالسودان الوزير أصدر بيان جزاو الله خير فالناس اتبعوا هذه التعليمات جيدا لأنه في النهاية بالصوف صالح الشعوب والأمم أما الأسباب الشرعية مثل ما ذكرنا من حكام شرعية ونضيف زي الأذكار التي تحمي الإنسان من هذه الأوبية وهذه الأدواء المميتة منها مثلا نذكر الصباح والمساء النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني بيّن أنه من قرأ سورة قل والله حال ثلاثة مرات كاملة وصورة الفلق ثلاثة وصورة الناس ثلاثة مرات الصباح والمساء قال فإنها تكفيك من كل شيء ومعنى تكفيك من كل شيء يعني تكفيك من كل شيء يضرك وتكفيك في جلب كل خير ينفعك يعني كن سبب في جلب كل الخير وسبب كذلك قراءتها في دفع كل الشر فالبيقول الأذكار ما بيصيب شيء كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال عوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرى بالآيتين الأخرتين من البقرة وهي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قول تعالى فانصرنا على القوم الكافرين آخر آيتين من سلطة البقرة قال من قرأ بهما في ليلة كفتاه كما عند أبي داود بإسناد صحيح كفتاه يعني كفتاه من كل شر وكفتاه في جلب كل خير فالبلتزم بمثل هذه الأذكار وغيرها ما يصيب شيء وأيضا من الأذكار قوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر معسمي شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاثة مرات يعني ثلاثة مرات تقول الصباح وثلاثة مرات تقول المساء قال لم يضره شيء والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال مما عرف الحديث دا حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال ما مشيت مكان إلا قلت الزكرة قال في يوم من الأيام مشيت مكان ولدغتني عقرب قال فتفكرت في نفسي قال فوجدت أني نسيت أن أقول حينما نزلت إلى هذا المكان وهذا المنزل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فالبقول هذه الأذكار الصحيحة النبوية ما يصيبوا شيء وده فيه رد على الصوفية لأن الصوفية ما بيعتقدوا في الأذكار الصحيحة دي إنما عندهم أذكار باطلة زي التجانية مثلا عندهم ذكر اسمه صلاة الفاتح وده كلام ما عنده علاقة بل كتاب والسنة نجروا من رأسهم براهم أو بيعتقدوا في حجبات وتمايم زي ما الآن طلعوا لهم حجاب وقالوا ده حجاب بتاع الكورونا ونشروا أنه في النت للسادة الصوفية للأسف الشديد بدل ما الابتلاءات والأوبيا دي تكون سبب في أنه ترجعهم لأله وللعقيدة الصحيحة والإيمان والتوحيد في ناس لسا دارين يشركوا بالله الحجبات دي اللي يسمى تماما في الشريعة دي شرك ولا بتحميك من كورونا ولا بتحميك من أي بلاء بل هي ذاتها هي أساس البلاء لأن الحجبات دي شرك بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك رأى الإمام أحمد من رواية عقبة بن عامر بإثنان الصحيح وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم تمائم جمعي تميمة هو الحجاب دا ذاته والتولى شرك فدي كلها شرك بالله عز وجل هذه التمائم والحجبات فمطلعين وقالوا دا يعني وغاية من هذا المرض وعن الشيوخهم ذاتهم بمرضوا وحدين بمشي دعالجوا في أسبانيا زي أزرك طيبة واحد طفش مش دعالج في لوردن وجاء عيان ومشى مصر وجاء عيان في النهاية مات بسبب الحصوة وهو البرعي وغيرهم فالواقع يكذب هؤلاء وكذلك الشرع يكذب صنيع هؤلاء المتصوف وغيرهم من أهل الفساد ودعاة الشرك والوثنية كذلك جماعة الحكمة الثالث أن هذه الابتلاءات كثيرا ما تكون سبب من عند أنفسنا يعني منزل الابتلاء والوباء المفروض الناس تراجع نفسه وتشوف عملت شنو غلط مع ربنا سبحانه وتعالى أشكد ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فمن أنفسنا وقال تعالى أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فلازم الناس يراجعون نفسهم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أول سبب يا جماعة دائما بيجيب الابتلاءات للأمة والبشرية وجيب العذاب هو الشرك بالله وكيف ما تأتي هذه الابتلاءات والأوبية نسأل الله يرفعه ويزيل عن جميع المسلمين ويعاصمهم ويعافيهم ويشفيهم كيف ما تجي الابتلاءات ونحن فينا ناس كتار جدا بيشرك بالله أول مبارح ولا قبل أقل من أسبوع بتابع في قناة النيل الأزرق جايبين برنامج حلال البريق معشيروا أنه في النت ما عارف برنامج جسة ولا قبل فترة المهم موجود وما تابوا منه الابتاح حلال البريق الصوفي أبعين ماذا وده طبعا متخصص متخصص في نشر الشرك بالله عز وجل جايب له جماعة من الختمية طريقة الصوفية الختمية بيقولوا في متحة كلها كفر بالله وشرك بالله ومحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بيقول في المتحة نادي علي ابن الولي سيد علي يا مرغني ويكرروها وده شرك كيف تنادي إنسان مات وتستغيص به كان ولي ولا ما ولي كان نبي ذاته ما يجوز تستغيص به وتدعو من دون الله لأن الدعاء عبادة وما يجوز لإنسان يعبد نبي أو رسول خليه يعبد لزول ساكد ولا ولزاته ما بيجوز الكلام ده وده الشرك بالله ربنا سبحانه وتعالى قال كده في صريح القرآن واضح ماذا يرلوك كثرة كلام ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله أحدا يعني أي أحد ما تدعو مع الله مش واضحة اللا آية دي واضحة ولا مواضحة ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا كان القباب والأضرحة دي تعبد من دون الله حس في الدين هنا في مسجد الطريق العزمية تغريبا الآن بشيد في قبة عالية جدا علو يمكن ثلاثة طوابق ولا أربع طوابق لزول ميت جوه الجامع جوه حش الجامع وده وثن يا ناس ده وثن يعبد النبي عليه الصلاة والسلام سمى أي قبر إذا عبد من دون الله سمى وثن كما روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبر وثن يعبد اشتد غضب الله على قوم من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذه أوثان الآن القبابة اللي عندنا ده أوثان كما سماها الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا أوثان تعبد في البلد وفي معظم بلاد المسلمين تعبد من دون الله يصرف لها العبادات الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتبرك وغير من العبادات يصرفها للأوثان القباب والأضرحة والقبور بتاعة الصوفية بتعبد الليلة ده أول سبب ربنا بعاقبه والناس وأعظم سبب وأكبر سبب ما في أكبر منه شكد النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبيكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وده أعظم سبب ربنا بابتلبي والناس وبعازبي والناس قال تعالى قال الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا يعني لما أشركوا فقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يعني مشركة إن أخذه أليم شديد وده أخطر سبب حاصل الليلة في الأرض والناس إذا دائرين يعني الحالة الاقتصادية الصلح وإحصل لهم الأمن والأمان والإطمئنان بس لوحدوا الله ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أيضا من الكبائر العظيمة برضو البدت تنتشر وبدت تظهر اللواط سمعنا أيام في البلد دي في جهة من جهاته ناس عاملين عماية غريبة راجل قالوا عرّس راجل وفوق ده قالوا عاملين حفلة والحفلة الغنة ده إذا الراجل عرّس مر حرام كمان الراجل عرّس راجل ده كيف ذاته كيف يحصل ذاته يا أخي ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه هذه الجريمة سمى بالفاحشة جريمة اللواط أما الزنا ربنا سمى فاحشة قال تعالى وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وساء سبيل وهو من الكبير العظيمة الزنا أما اللواط ربنا سمى الفاحشة الزنا سمى فاحشة اللواط سمى الفاحشة كما قال تعالى وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ العلم قالوا الألف واللام في قوله تعالى الفاحشة أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ للاستغراق يعني أن اللواط جريمة بلغت في الفحش غايته أشكد ربنا قال أتأتونَ الْفاحِشَةَ دي جريمة يعني بلغت في الفحش مية في المية أشكد الوليد بن عبد الملك وهو أحد خلفاء بني أمي ومن بنى وهو من بنى جامع دمشق الكبير قال لولا أن الله قص علينا في القرآن خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا قال لهم ما ربنا قص الكلام ده والله في القرآن قال لما في ظن ذات ما دخل ولا ظنيت ظن إن رجل يعلو رجل لأن دي 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 أشياء شي شي تخالف الفطرة ولا تفعلها حتى البهايم بالمناسبة حتى البهايم ما تفعل هذا بهيمة تأتي بهيمة في الدبر في موضع البراسة ده حتى البهايم ما بتسويه إيه يسوه ديل وذاك على بلده الممشط شعره ذاك يجي يقول والله يا أخي لابد من نحافظ على حقوق شنو المثليين ما يسمون مثليين اسمه لواط اسمه لواط اسمه عمل قوم لوط لأول نقطة النقطة التانية كيف يعملوا لهم حقوق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط قالها ثلاث مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند المنذري بسناد صحيح قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به لكن القتل يقتلهم هذا يكون الحاكم لكن هذا الحكم الشرعي واختلفوا العلماء قالوا اتفقوا إنهم يقتلوا لكن يقتلوا ما الحاكم كيف بعضهم قالوا يرجموا كزان المحصن حتى الموت بالحجارة وبعضهم قالوا يتردوا من شاهق يطلعون فوق ويفكون من فوق وتانوا يتبعون بالحجارة لكن ده يكون بواسطة شنوية جماعة الحاكم حتى لا تصير البلاد فوضى ولأن الحدود باتفاق العلماء وبنصوص الكتاب والسنة من قبل ذلك بنصوص الكتاب والسنة لا يفعلها إلا الحاكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الخوارج لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم فقوله لئن أنا لأنه كان حاكما صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكام جميعا وسيد الخلق أجمعين طيب فواحد زيدي وباطل زيدا يجد علوم مثل هذا الرجل ويقول يعترفوا بحقوقهم ده والله غاية في الإجرام والتالي داك برضو الاسم مولانا مين داك بوب برضو مشى حضر لحفلة في أوروبا ولا وين لفنانة سفيها سافلة لحقوق المسليين قال وقاعد يصفق لهم للمسليين دا مولانا بلقب بمولانا بوب والعلمانين دا ناس يعني من أغرب البشر حتى الحيوانات بالمناسبة تستحي من الأشياء البدعولية العلمانين الليلة اللواط والاعتراب بحقوق اللواطيين وغيرهم من المجرمين وأصحاب الفوحش دي دي مشاكل كبيرة وده دي من الأسباب البجيب البلاوي والأمراض والأوجاع والأوبئة دي بالمناسبة يعني انت زل تحارب ودر تمنع هذه الأوبئة لازم تحارب الأفكار الهدامة بتاعت العلمانين والملاحدة دي لأن العلاقة بينات وطيضة دي بالجيب دي والنبي قال كده كما حسن الألباني بسنن ابن ماجة قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا الفائدة الأولى أنه السبب في هذه الأشياء انتشار الفواحش سبب في انتشار هذه الأوبئة والأوجاع والطواعين والأمراض الخبيثة الما كانت من قبل موجودة وما عرفوا لها إلا لعلاج الأطباء السبب فيها انتشار الفواحش زي اللواط وزي غير البدعولي وجماعة دي العلمانين والملحدة الفائدة التانية العظيمة جدا في الحديث صدق نبوة ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأوبئة دي شوف النبي عليه الصلاة والسلام اتنبأ بها قال إذا حصلت الفواحش وأعلنوا بها الناس أعلنوا بها الإعلان بها من أعظم الإعلان استحلاله زي ما يجده يقول والله يا أخي علي بلده ده يقول ده لابد اعترفوا بحقوقهم ده من أعظم الإعلان لأنه ده استحلال الفاحشة واستحلال الفاحشة حكم كفر نحن ما نقول هذا كافر ده ما بكون جاهل ساكن أو قد يكون جاهل لكن احنا بنقول عن الحكم الشرعي بغض النظر عن الشخص الحكم الشرعي استحلال الحرام باتفاق علماء الملة جميعا كفر بالله يا أخي أما فعل الحرام ده شيء ده كبيرة فعل الكبيرة كبيرة لكن استحلاله ولو استحليت صغيرة من الصغير خليك من كبير من الكبير ده كفري بالله يعني ده أمور خطيرة ناس يعلنوا بالفواحش ويصروا الفواحش النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حصل الكلام ده قال ربني يبتليهم بالطواعين والأوجاع يعني أمراض لم تكن في أسلافهم الذين مضوا كورونا ده ما كان في زمان يبقى دليل عظيم جدا على صدق نبوة ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأريتم الكفار والعلمانين والملاحدة يعرف العبر والعظاد وصدق نبوته صلى الله عليه وسلم ويرجع يتوب ويسلم ويعرف أن العزة في الإسلام والسعادة في الإسلام كما قال عمر الفاروق رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الوباء والغلاء عنا وعن جميع المسلمين وجميع الأوباء والأسقام والأمراض إنه على كل شيء قدير والناس على بالدعاء والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعليه صلى الله عليه وسلم